اشتركوا في القناة هاي الاشياء شو بتساعدك لقدام طبعا هذا الفيديو مخصص لجيل 2007 وجيل 2008 يعني الجيلين طبعا بيستفيدوا من هذا التأسيس لانه التأسيس هو للغة الانجليزية وليس لمنهاج محدد بالمادة اللي رح ندرسها ان شاء الله رح ندرس قواعد ورح ندرس كمان فوكابس مفردات ورح ندرس برضو تكستس نصوص عليها اسئلة بدنا نعرف كيف نتعامل مع هاي الجزئية طب شو الاشياء اللي بتفيدني أستاذ قبل ما أبلش أهم إشي الطالب يبدأ بمعرفة السنتنز السنتنز الجملة شو أشكالها شو أنواحها شو فيها هاي الجملة من تفاصيل شو بساعدني أنا لما أعرف الجملة تراكيب الجملة شو السبجكت شو الفيرب شو الأبجكت في أشياء وتفاصيل دقيقة رح نبدأ من A وننتهي ان شاء الله بZ دائما هاي الأشياء الأساسية بتساعدنا ندخل على المادة واثقين بأنفسنا وندخل على المادة فاهمين بالضبط شو يعني إنجليزي طبعا أستاذ هاي الأشياء بيجي عليها أسئلة اللي رح نشرحها طبعا أكيد لا يعني ما رح حكي لك شو يعني السبجكت أو أعرف السبجكت ما رح حكي لك عرف الفيرب بس الفكرة الأساسية إنه لما أجي أقرأ أي جملة أنا بفهم بالضبط شو هاي الجملة بفهم تراكيبها لما أجي أشرح لك المادة لقدام بدك تكون فاهم شو يعني سبجكت شو يعني فيرب شو يعني أبجيكت شو يعني جرند هلا بدي أبلج بالPDF اللي رح تكون معكم إن شاء الله وموجودة على منصة أبواب على الابليكيشن وموجودة طبعا على رقم تليفون اللي رح زودكوا إياه وأبعتلكوا إياها PDF على تليفوناتكو هاي الPDF الPDF مبلشة بإشي اسمه The Sentence شو يعني The Sentence يا أستاذ السنتنز اللي هي الجملة أكيد الجملة طيب الجملة في إلها أجزاء يعني أنا دائما لما أحكي عن جملة أنا بحكي عن SVO شو يعني SVO؟ تعالوا ننطلق مع بعض ونفهم شو يعني SVO شو يعني Subject وVerb وObject طب أستاذ معقول ينبلش مباشرة بالSubject والVerb والObject طبعا أب ينبلش بالSubject والVerb والObject لأنه هم أشياء أساسية المفروض كلنا نعرفهم قبل ما ننطلق على الجزء الأساسي بالجملة اللي هو الVerb وشو قبله وشو بعده بدنا نشوف بعض الأشياءات وبعض الاختصارات الموجودة يعني أنا في عندي موضوع اسمه Subject شو يعني Subject يا حبايبي؟ Subject يا صديقي العزيز هو الفاعل بالجملة طب أستاذ بس فاعل؟ لا طبعا الفاعل أو المبتدأ بالجملة طيب تعالوا نشوف أبعما نحضر القلم لألكو تفضلوا معي هلأ أول شيء Subject الفاعل بالجملة هو عبارة عن فاعل أو مبتدأ طبعا أستاذ أنت دائما بتعرف Subject كفاعل هو أحيانا يكون مبتدأ مبتدأ يعني بتبلش في الجملة ورح نأخذ أمثلة كثير على هالموضوع طبعا رح نرمز للSubject بالحرف اس يعني كل ما أجي أكتب لك اس بدك تعرف أنه هذا Subject هذا فاعل أو مبتدأ طيب الفيرب يا أستاذ هو أهم جزء بالجملة ورح نرمز له طبعا بالفي وهذا الفيرب الفعل يعبر عن حدث موجود أو أكشن موجود داخل الجملة طب شو كمان عندنا يا أستاذ أشياء أساسية زي الـ Object الـ Object اللي هو المفعول به المفعول به يعني بيجي بعد الفعل مباشرة ويعتبر تكملة الجملة جزء من الـ Compliment طيب في برضو أشياء بدنا نتعرف عليها قبل ما ننطلق على الجملة الناؤن الناؤن شي يعني؟ يعني اسم الاسم يا أستاذ شو ممكن يكون؟ ترى الاسم ممكن يكون اسم شخص بني آدم اسم شيء اسم مكان اسم وقت أو اسم فكرة طيب اسم شخص زي علي محمد أسامة زي مثلا حسين سارة إلى آخره من أسماء الأشخاص طيب اسم شيء شو يعني؟ مثل The chair الكرسي هذا شيء طيب اسم فكرة زي success زي النجاح طيب اسم مكان زي لندن طيب اسم وقت زي Saturday أو Sunday أو Monday أو هاي الجزئيات طيب أستاذ بيكفي اللي حكينا عن الناؤن لا أستاذ هاي مقدمة بسيطة جدا رح ننطلق نشرح كل وحدة من هدول بشرح مفصل هلا البروناون هو الضمير والضمير يا حبايبي هي كلمات بنستبدلها بالأسماء يعني بدل ما ظل أحكي أحمد 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 وصير أحكي هي بدل أحمد فهاي تفيد إنه تلينك ideas عشان نربط الأفكار ببعضها وعشان الجملة تطلع ألطف من إنه نعيد الاسم أكثر من مرة طيب الجرند وهو أهم شيء يمكن بالبدايات هاي الجرند هو يا جماعة الخير المصدر المصدر تعالوا نعرف شو يعني مصدر المصدر يا حبايبي هو عبارة عن ing ing يعني فعل مضاف عليه ing بس بس الآين جي فيه إلو شروط فيه شروط حتى يكون الآين جي جرند مصدر نوع من أنواع الاسم فيه عنده شروط شو الشروط أن لا يسبق لا يسبق بإشي اسمه أفعال البي أن لا يسبق بأفعال البي طبعا شو أفعال البي يا أستاذ إحنا رح نخدهم طبعا بالتفصيل ولكن اللي هما الاز والآم والآر والواز وأخيرا الوير طبعا مبدئيا إحنا نحكي عن أفعال البي وتأكد رح يكون حصة خاصة للأفعال المساعدة حتى نتعرف عليهم بشكل أساسي طيب أستاذ الجرند شرط أن لا يسبق بأفعال بي كيف يعني يا أستاذ اطلع نحكي تمام هلأ هون أنا في عندي آين جي تمام بس هاي الآين جي مسبوقة بوحدة من أفعال البي هاي تعتبر جرند مصدر طبعا لا هاي تعتبر فعل إذن الآين جي بيكون فعل إذا سبق بأفعال بي طب إذا ما سبق بأفعال البي بيكون جرند مصدر طلع معي هون طب لاحظ الفرق بين عن السومينغتين شو الفرق يا أستاذ تعال هيك بسرعة نركز ونعرف شو الفرق بين هاي الآين جي وهاي الآين جي مختلفات كل الاختلاف عن بعض يعني مثلا هاي الآين جي تعتبر فعل فلو ترجمنا الجملة هاي بنحكي هي عم تسبح طيب يسبح فعل حركة طيب هي تحب السباحة فإذا السباحة صفت زي كأنها اسم وهاي بنعتبرها المصدر في الجملة إذن يا أستاذ شو يعني جرند الجرند هو عبارة عن غير مسبوق بأفعال البي ويعتبر نوع من أنواع الاسم هذا مبدعيا رح نرجع إن شاء الله بالBDF اللي معكو اللي رح تطلعوا عليها شارحين الجرند بشكل مفصل أكثر بس قبل ما نروح للجملة الأساسية بدنا نعرف هاي الجزئيات الأساسية يلا نعيد مع بعض فيه إشي عندنا إشي اسمه الـ Subject الفاعل أو المبتدأ بالجملة الـ Verb الفعل الـ Object المفعول به النون الاسم والـ Pronoun الضمير والجرند هاي أشياء أو جزئيات رح نبلش فيها إن شاء الله تأسيسنا للجيلين الرائعين اللي إن شاء الله رح يرفعوا رأسنا ورح يرفعوا رأس أهليهم طبعا بداية والأساسيات دائما أنا بحكي بتفيد الطالب جدا لحتى ينطلق انطلاقة جميلة وبدأ أحكي موضوع مهم جدا بالنسبة للأساسيات يعني أنا طالب درست صف أول وثاني وثالث إلى صف 11 أو إلى صف العاشر مثلا هاي الفكرة فكرة الأساسيات ممكن تكون مرقت معك بصفوف سابقة هذا الإشي ما بيخليني أمل إني أعيدها بس تأكد حتى لو كانت جديدة عليك أو ما كانت مش جديدة عليك رح تشوف أشياء كثير جديدة عليك وكثير أشياء رح تفيدك بالجزئيات اللي رح حكيها لأنه إحنا عارفين بالزبط شو المادة وشو اللي بيفيدك فيها وشو اللي بضرك إنك تتعلمه زيادة الأساس اللي كل اللي قدمناه مبدئيا هو إنه في عندي سبجيكت وفي عندي فيرب وفي عندي أبجيكت ودائما نتفق مع بعض قبل ما ندخل بالمادة اللغة الإنجليزية اسمها مادة أس في أو أس في أو يعني سبجيكت فيرب أبجيكت تعود دائما أنه عندي سبجيكت عندي فيرب عندي أبجيكت الاشي المهم إنه بطلت الجمل زي محنا صغار علي فيزيت جرش لا صار في عندنا أشياء أكبر من إنه يكون بس الفاعل اسم أو بس الفاعل ضمير هذا الإشي بدنا نركز فيه مع بعض بدنا شوي نركز بجزئياته نحاول نفهمه أكثر ما نحفظه طلعوا أنا شو كاتب لكم هون كاتب سبجيكت فيرب أبجيكت يعني أس في أو يعني الجملة هي سبجيكت بعد السبجيكت في فيرب وبعد الفيرب في أبجيكت بس اطلع على الملاحظات المهمة اللي أنا كاتب لك إياها على اليمين وعشمال هذا السبجيكت هذا الفاعل بالجملة يا جماعة ممكن يكون نون ممكن يكون شو اسم يعني الفاعل أو المبتدأ بالجملة ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير يعني ممكن يكون ضمير الاسم وممكن يكون الفاعل يا حبايبي المصدر اللي حكينا عنه قبل شوي وممكن يكون فريز وشو يعني فريز يعني بما مسمى شبه جملة شبه جملة يعني مجموعة من الكلمات هذا مهم جدا ورح نحكي عنه بالتفصيل بس شو يعني مجموعة من الكلمات يعني مش students لحالها لا students in Jordan هاي phrase هاي مجموعة من الكلمات functions as subject يعني زي كأنها subject بالجملة طيب نكمل هلأ الفيرب زي ما أنتوا شايفين كاتبوا لكم mean و helping يعني فعل بدي يكون فعل رئيسي أو فعل مساعد مع رئيسي فعل رئيسي أو فعل مساعد مع رئيسي يلا عيد معي عشان تحفظوا أنت عم تدرس subject الفاعل شو ممكن يكون ممكن يكون اسم ممكن يكون ضمير ممكن يكون مصدر وممكن يكون شبه جملة وشو يعني شبه جملة يعني مجموعة من الكلمات قبل الفعل طيب على الفيرب ممكن يكون فعل رئيسي زي place وم سي إلى آخره ممكن يكون فعل مساعد مع رئيسي طب أستاذ أنت بتحكي بأشياء ممكن أنا ما بكون عارفها ثق تماما هذا الإشي رح نقعد على حصة لحاله يعني الفيرب رح نقعد معه ونحكي معه ونفهمه لأنه هو الأساس والأسئلة أصلا بتكون كلها على الفيرب والsubject والobject هما زي كأنه bodyguardية حوالين الفيرب ترى الأسئلة معظمها بتكون على الفيرب طيب على الفيرب اتفقنا أنه ممكن يكون main verb فعل رئيسي وممكن يكون helping verb فعل مساعد أو اثنين مع بعض زي is reading is مع reading هذا مساعد ورئيسي طب الobject أستاذ زي ما أنتم ملاحظين ما أخذ نفس شكل للsubject يعني ممكن يكون noun ممكن يكون اسم ممكن يكون pronoun ممكن يكون ضمير وممكن يكون gerund المصدر وممكن يكون phrase اللي هي مجموعة من الكلمات تعالوا نتعرف ع بعض الجمل الخفيفة اللطيفة بع بعض طلعوا هون في عندي مثلا Adam speaks Spanish لازم نعرف أنه آدم اللي بدت فيه الجملة اللي سميناها المبتدأ subject الفاعل طيب اللي بعده بيكون verb speaks التكملة بتكون على الأغلب بمعظم الحالات أو بالبدايات خلنحكي بتكون object مفعول به طب الشهاز تعال خلينا نحدد أنواعهم هذا الآدم هو اسم إذن هو مش ضمير ولا gerund ولا phrase طب speaks هي يعني شكفة واحدة يعني كلمة واحدة فهو main verb فعل رئيسي طيب Spanish اسباني معناته الفاعل والمفعول به أسماء حلو ممكن يكون الفاعل ضمير والمفعول به اسم آه طبعا تعالوا نتطلع هون he هون subject ضمير صح is doing الفعل his homework اللي هي الobject المفعول به طب اتطلع هون subject الفاعل يجا ضمير والobject شو ما له هو عبارة عن noun phrase تمام؟ عن عبارة عن اسم خلينا نعتبره طيب هون الفعل يجا له جزئين is و doing إذن هو عبارة عن فعل مساعد مع فعل رئيسي دائما الفعل الرئيسي بيكون كلمة واحدة فعل المساعد والرئيسي بيكون أكتر من كلمة ورح نشوف يعني آلاف من الجمل إن شاء الله بالمادة طبعا تحكي عن هالموضوع طيب نرجع كمان جملة طلعوا studying طيب يلا معي هاي ال studying إحنا متعودين إنه ال verb يكون ing وبيعبر عن الحركة وعن النشاط طب هون studying هاللي تعتبر verb جاوب معي خلال ثواني طبعا لا لأنه ما في قبلها أفعال b حكيت أنا هي بتكون verb لما يكون في قبلها b طيب studying هون شو هي عبارة عن جرند عبارة عن المصدر وهذا مهم جدا طيب الجرند دائما دائما لنأخذ عنه فكرة مهمة أنه دائما يعامل معاملة المفرد دائما الجرند يعامل معاملة المفرد طلعوا هون الفاعل المفرد دائما بالإنجليزي طرح بأخذ as على الفعل اللي بعده فهون ضفنا as على improve لأنه subject مفرد طب استاذ كيف أميز الفاعل المفرد والفاعل الجمع استاذي تأكد وثق تماما إنه الإنجليزي ما بيجي هيك يعني ما بيجي مرة واحدة step by step احنا ماشيين على نظام امشي معي فيه خلال نهايتك لحسة التأسيس تأكد وثق تماما راح تصير تمسك أي جملة تعرف بالزبط شو يعني subject شو يعني verb شو يعني object تعرف فعليا تتعامل مع الجمل بتعرف تقرأ على الأقل بتفهم شو اللي عم تقرأوه يعني لازم تفهم الأشياء اللي عم تقراها فهون تطلع معي studying هي عبارة عن جرند improves us طب اطلع ال us هون object ضمير فهون احنا شو بنستفيد من هاي الجمل بنشوف شو أشكال الفاعل شو أشكال الفعل وشو أشكال المفعول به اللي بدنا نسميهم subject verb object فاعل وفعل ومفعول به طيب جملة الأخيرة كمثال students in Jordan أيوة شو يعني students in Jordan وطب وشو يعني phrase هاي مجموعة من الكلمات مجموعة من الكلمات بتيجي قبل ال verb بتيجي قبل الفعل صح؟ وذكروا المعلومة اللي حكيتها قبل شوي انه لما يكون الفاعل جمع ما بياخد اس على الفعل صح؟ ولما يكون الفاعل مفرد بياخد اس على الفعل زي ما عملنا هون studying improves us طب حلو كثير هون في like إذن الفاعل اللي عم نحكي عنه شو؟ جمع مظبوط؟ طيب بدي تركز معي كثير بهذا الفريز دايما بالنون فريز بسمه في اشي اسمه head noun أستاذ شو اللي بتحكيه بالانجليزي؟ لا هو لازم تفهم head noun يعني الاسم الأساسي بالفريز كامل يعني أنا students in Jordan الطلاب بالأردن طب بل كي جاني يا أستاذ اشي أصعب من students in Jordan نحن لستاتنا عم نمشي بالتأسيس يعني أشياء أساسية طلعوا دايما في عندي إشي اسمه الpreposition إشي اسمه الpreposition هدول عددهم شوية كبير بالانجليزي شو هم الpreposition؟ الpreposition هو الحرف الجر حرف إيش؟ الجر بيفيدني كثير بالانجليزي حرف الجر مش بس بالتأسيس بالمادة الأساسية رح تتعرض لحروف الجر بأكثر من مرة طب شو أهم حروف الجر يا أستاذ اللي لازم أعرفهم حتى أقدر أفهم بعض الأشياء اللي بدك تفهمني إياها يعني مثلا زي حرف الجر in زي حرف الجر on زي حرف الجر of زي حرف الجر with زي حرف الجر about زي حرف الجر without about وأخيراً بدنا نأخذ الآت أستاذ هدول كل حروف الجر لا والله يا أستاذ مش كلهم هدول من أهم حروف الجر اللي رح تستخدمهم بالمادة من هون لما تدخل الجر ان شاء الله على إيدين طيب in on of with about without at أعطينا معانيهم لأ ما في حصة خاصة بهاي البريبوزيشن وإحنا عم نقدم المادة شوي شوي بالمعلقة ها هاي البريبوزيشنز في حصة اسمة حصة حروف الجر بدنا نفهمهم نعرف وظائفهم شو بيجي بعدهم شو بيجي قبلهم وشو بفيدونا بس طب ليش حكيتنا عن البريبوزيشنز هسه دايماً يا جماعة الخير لما يكون عندي فريز مجموعة من الكلمات وبدي أعرف هذا الفريز مفرد ولا جمع في طريقة بروح أحدد البريبوزيشن حرف الجر ال in هايو ال in صح مين اللي بيحدد الفاعل إذا مفرد أو جمع اللي قبل ال in ولا اللي بعد دائماً اللي قبل حرف الجر يعني students in جوردن تمام طيب students جمع ولا مفرد آه جمع إذن هذا الفاعل كله شو يعتبر جمع طيب تعالوا نروح نوخذ مثال ثاني يعني لو حكينا مثلاً boys in the school boys in the school هلا أنا بتطلع على الفاعل هون صح boys in the school هذا مجموعة من الكلمات شو سميناها أنا وانتا فريز فريز يعني شبه جملة ارتقي باللي عم تدرسه حتى علامتك تكون راقية بالآخر طيب كيف أحدد هذا جمع أو مفرد في عندي إشي اسمه ال pre-position اللي أنا عرفته من الأستاذ عبدالله تمام هلا مين بيحدد ال school ya tera ولا البويز لأ طبعاً البويز إذن اللي قبل حرف الجر دائماً هو اللي بيحدد إذا كان الفاعل جمع أو مفرد هاي الفكرة بتساعدك كثير وهاي الفكرة عم تشتغل عليها الوزارة كثير الوزارة بطلت تعطي الطالب آدم وإحمد وعلي وحسين وأسامة صارت تجيب لك فريز بدها ترتقي بالتعليم ومركزين على الإنجليزي بدهم واحد فاهم مش بس باصم فعشان هيك بدنا نعرف هاي الأشياء الأساسية وهاي عبارة عن دردشة خلن نعتبرها هيك دردشة عصرت مخك فيها بأكثر من جزئية رح نبلش نفصل فيهم تفصيل وين التفصيل رح يكون؟ رح يكون بالPDF بالدوسية تاعت التأسيس اللي جهستي لكو إياها بشكل راقي جداً وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم و بتحكي عن الجمه وهون لأ بدنا نبلش ندرس ونفهم شو اللي عم ندرسه السنتنز اللي رح نشتغل عليها فيلها أكثر من شكل فيلها أكثر من شكل بيفيدني أنا كطالب لازم أفهمه مش دايماً الجملة هي عبارة عن علي فيزيت جرش لأ بدنا نفهم شغلات جديدة طلعوا معي خلنا نروح على القلم ونغير اللون ونحكي مع بعض السنتنز ممكن تكون إشي اسمه statement يا حبيبي شعني statement تعال نتفق أنا وإنت اتفاق محترم دايماً الstatement هي نفس السنتنز وبنسمع مرات بصف عاشر وتاسع وثامن مرات الأستاذ أو المس بيحكي لي sentence ومرات بيحكي لي statement طب إيش يعني شو الفرق بيناتهم statement هي الجملة الخبرية يعني اللي بتخبر إشي بتحكي إشي بتخبرك خبر فإذن أول إشي وأكثر شي استخداماً اللي هم statements الجملة الخبرية إذن جملة شو؟ جملة خبرية كأن الخط كثير كبير يلا نزغروا مع بعض يلا هلأ في عنا إشي اسمه الجملة الخبرية جملة شو؟ خبرية يلا أكتب معي جملة خبرية طيب بتخبر إشي طيب اتطلعوا معي على الجمل اللي موجوده نكبرهم عشان نفهم مع بعض أكثر يلا ممتاز ما كبروا شي سبيكس إنجليش هلأ شي سبجكت سبيكس قلنا فيرب إنجليش أبجكت صح؟ هاي جملة فيها سبجكت وفيها فيرب وفيها أبجكت بتبدأ دائماً بالسبجكت يعني دائماً جملة الإنجليزي بتبدأ بالسبجكت ترى هذا الإشي اللي عم بلخم الطلاب إحنا بالإنجليزي يذهب علي إلى المدرسة بنبلش بجملة فعلية وجملة اسمية وعجقة ترى العربي عجقة طبعاً هون الإنجليزي لأ واضح دائماً بتبلش الجملة بإيش؟ بالسبجكت بالفاعل سبجكت فيرب أوبجكت طيب طلع آدم لايكس ستاديينج آدم زيك وزيك بحب الدراسة آدم لايكس ستاديينج آدم بحب زيك إذن هاي جملة خبرية فيها فاعل فيها فعل فيها مفعول به رح نرجع على تفاصيل أخرى يعني ممكن الجملة تكون بدون مفعول به آه بعد شوي رح أخبرك كل الأشياء اللي بدي أخبرك إياها رح توخدها بلطافة يلا هلا شو الجزء الثاني من السنتنز اللي بدنا نعرفه إشي اسمه إمبراتف شو هذي يا أستاذ شو الإنجليزي اللي بتجيبوها هل أتيت بدين جديد؟ لا طبعاً الإمبراتف هي جملة الأمر ورح تشوف بكتابك جملة أمر جملة الأمر شو اللي بيميز جملة الأمر؟ بيميزها إنها ما بتبدأ بالسابجيكت تبدأ بشو؟ تبدأ بفعل تبدأ بإيش يا حبيبي؟ بفعل تطلع هون go to your room روح على غرفتك إذن أنا عم بعطيك أوامر إنك تروح على غرفتك طب لو حكينا مثلاً علي goes to his room بطلت جملة أمر لازم جملة الأمر تبلش بإيش؟ بفيرب فهاي جملة أمر جملة أمرية بنسمي يلا hurry up هري up شو يعني بالعام؟ مش شد حالك شد حالك الفاعل ضمير مستطر تقديره you يعني أنت المحذوف من الجملة طيب إذن جمل الأمر شو اللي أنا يا أستاذ بدي أدرس إنجليزي بالجامعة يريد تدرس إنجليزي وتصير زملائنا بس الفكرة هاي الأشياء اللي بدي تعرف شو بدي تعرف عن جملة الأمر هي تبدأ بشو بفيرب حلو؟ الثالث واللي رح هو أصلاً إحنا شغالين عشانه شو هو ال-question يا أستاذ ال-question جملة من متى؟ لا يا أستاذ ما هذا العلم الحقيقي العلم الصح العلم اللي رح لازم تفهمه إنه الجملة ال-question هو جملة أصلاً بس نوعه إنه a-question هلأ الجملة ال-questions الأسئلة اللي رح نتعامل معهم بمادة الإنجليزي لجيل 2007 وجيل 2008 هي نوعين من الأسئلة النوع الأول طلعوا رقزوا معي نوع بنسميه WH-questions قسماً بالله هاي كلها أشياء بدنا نفرتكها فرتك يعني بدنا نطلع ال-WH من الجحر اللي هو عايش فيه ونفهمه بس أنا بدي هيك بث تجريبي لمخك تفهم الأشياء الأساسية وعدين بنقعد نفصل فيها على كيف كيوفنا يلا ال-WH-question وفي عنا كمان شو yes or no question ال-WH-question هي مجموعة من الأسئلة بتبلش بكلمات فيها WH زي what زي where زي when زي why زي who إلى آخره بالإضافة للhow H-O-W فيها WH ما بتبدأ بWH طيب الفكرة أنه ال-WH-question أسئلة تبدأ بكلمات ال-WH طيب ال-yes or no question سؤال يبدأ بفعل مساعد يعني أنا إلي من أول الحصة وأنا بحكي الفعل المساعد الفعل المساعد سؤال ما تستعجل علي بالله عليك خذني بحملك هاي وهاي الفعل المساعد رح نشرحه بالصفحة اللي بعد هاي مباشرة يعني بالحصة الجاية هي رح تكون أصلاً للفعل المساعد بس أنا مبدئياً بدي ياك تعرف أنه الجمل جمل السؤال هي عبارة عن هي عبارة عن أسئلة تبدأ بفعل مساعد إذن من الحصة هاي اللي إحنا اشتغلناها مع بعض شو لازم نفهم تعالوا ندردش حكي حكي هيك مع بعض أول إشي إنه أنا في عندي جملة حلو؟ هاي الجملة فيها سوبجكت وفيها فيرب وفيها أوبجكت فيها أشياء استجدت ممكن أنت تكون عرفها من أول زي الجرند زي الناؤن فريز زي هاي الأشياء طيب شو ممكن؟ شو لازم أعرف بعد هاي الأمور إنه أنا عندي يا جماعة الخير عندي جملة خبرية عندي جملة أمرية بتبدأ بالفعل وعندي جملة السؤال السؤال مميز وكتبوها كملاحظة عندكم هو عبارة عن جمل الفعل المساعد فيها بيكون قبله للفعل قبل الفعل فعل المساعد وين جاي؟ قبل الفعل طلع هون what هذا WH question صح؟ طلع الفعل المساعد مع أحلال is وين جاي؟ قبل الفاعد your name أو قبل المبتدأ حلو are you طلع هون هذا yes or no question نبلش بفعل المساعد وين جاي؟ قبل إيش؟ قبل الفاعل قبل الفاعل طيب ملاحظة بس أخيرة وسريعة عشان ننهي فيها الحصة ونروح على الحصة القوية كثير كثير بتلعب حديد كثير قوية اللي هي يجب أن تحتوي أي جملة صحيحة على فعل هاي هيك زي العنوان بحياتك كل ما تروح تدروس إنجليزي تذكر فيش جملة بدون فعل يعني حتى لو أي جملة بدون فعل لو كاتبها شكسبير اللي مات زمان خطأ هاي فيه لازم يكون فيه فعل بكل جملة فعل أساسي بكل الجمل اللي بتقرأها واللي رح تقرأها واللي رح تكتبها واللي رح تكتب فيها رايتنج الفعل أساسي واللي حواليه الديكوريشن الديكوريشن مالتا حلو هذا الفعل هون إحنا بننهي فكرة إنه شو يعني جملة بمجموعة من الجمل سريعة زي Adam tells story daily يلا سريع Adam subject tells verb story آه شو قصة هاي الديل يا أستاذ ما حكيتن فيه إشي اسمه compliment compliment تكملة الجمل يعني اللي بيجي فيها ال time وال place وهي الأشياء الوقت والمكان طيب روان is reading روان is reading a book أيو about Jordan now compliment هاي تكملة طيب يلا هلا she has هي she has written كتبة a story متى كتبتها lately مؤخرا compliment هاي تكملة طيب the students in my class هاي تذكروا الفريز طلع مطول الفاعل the students in my class will ask many questions رح يسألوا كثير أسئلة طب هاي المany questions شو هي 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 المفعول به أصدقائي وحبايبي الحصة اللي جاي عليك حصة كثير مهم هاي اللي نعتبر أنا وانت انه هي عبارة عن دردش دردشناها انا وانت سوا عن أشياء بدنا نعرفها بالإنجليزي بدك تعرفها وبدك بدك تجيب العلامات اللي بدك إياها الإنجليزي مش بعض والإنجليزي مادة لطيفة جدا بس بدي أمشي فيها برواق وفهم دايما وأبدا أتمنالكم نجاحا يبكيكم فرحا كان معكم الأستاذ عبدالله المهيرات من منصة أبواب يعطيكو ألف حافظ ترجمة نانسي قنقر